أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اتخاذ الدولة لتعديلات ثورية في قوانين الاستثمار وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أشار مدبولي إلى اعتزام الدولة السماح للصناعات كثيفة الطاقة بالعمل بنظام المناطق الحرة هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة عشان يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة والأهم كمان إزاي إن إحنا نزيد من حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لأن دي دايما هي التساؤلات اللي إحنا كلنا بنتساءل حنعمل إيه في أزمة الدولار وحنعمل إيه في أزمة العملة الصعبة وإنتوا كدولة لازم تقولولنا إحنا بنتحرك إزاي في هذا الشرق اللي عايز أقوله يمكن فيما يخص المحور الأول موضوع مشاركة قطاع الخاص والحقيقة يمكن إحنا دخلنا أنا بقولها بمنتهى الأمانة بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار وخدنا الحقيقة العديد من قرارات الكبيرة جدا اللي كان القطاع الخاص بيحلم بيها فيما يخص مناخ الاستثمار ويمكن كان عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بداية انطلاقة كبيرة جدا في تفعيل العديد من القرارات